سيد حسين هناك اتصالات مكثفة الآن تجرى بين القاهرة والدوحة ربما لوصول إلى موقف موحد بين هتين الدولتين إلى الضغط ربما على الجانب الإسرائيلي في عدة ملفات تعتقد أن هذا الجهد سيفضي إلى نتيجة كبيرة وهو ربما يأخذ زخما ودفعة من القمة العربية الإسلامية التي عقدت قبل يومين في الرياض لا أعتقد أن هناك أي زخم خرج من هذه القمة لكن أعرف أن هناك جهود مصرية قطرية مشتركة يتم من خلالها مباشرة اتصالات مع الأمريكيين والإسرائيليين ويتعلق بصيغة محددة هذه الصيغة لا تتعلق للأسف بسبب التعنت الأمريكي والإسرائيلي وإسرارهم على إكمال الحرب الإجرامية على غزة حتى تحقيق ما يسمى باكتساس حماس كمنظمة عسكرية واكتساس حماس كحكومة من قطاع غزة أن الحديث لا يدور أبدا بسبب الرفض الإسرائيلي والأمريكي حول وقف إطلاق نار دائم لكن يدور حول وقف إطلاق نار مؤقت يقال أنه الحديث عن ثلاثة أيام وعن في مقابل هذا الوقف إطلاق نار المؤقت يتم الحديث عن إطلاق صراحة 80 رهينة من مزدوج الجنسية أو من الأجانب أو من الإسرائيليين المدنيين زاوي الظروف الخاصة مرض أو كبر سن وقف إطلاق نار تكتيكي كما قال جيك سلفان مستشار الأمن القومي الأمريكي نعم هو الأسف الأمريكيون كما قلت ينحتون مجموعة من العبارات المبتدلة التي لم يعرفها القانون الدولي ولا مفوضات العلاقات الدولية مثل الهدنة الإنسانية أو الوقف إطلاق النار المؤقت كل هذا الكلام الذين اخترعوا فقط لكي يبقوا على التواطئ القائم بينه وبين إسرائيل لاستمرار الحرب التي أوشكت على أن تصل أعداد القتلى والمصابين فيها إلى ما يقرب من 40 ألف معظمهم من النساء والأطفال طيب يعني الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقد أكد حرص مصر سعيها لتخفيف حدة الأزمة من خلال إطلاق صراح المحتجزين في غزة كيف ترى تأثير التحرك المصري في هذا الأمر خاصة مع تصريح الفصائل الفلسطينية بأنهم جاهزون بصفقة تبادل تشمل كل المحتجزين الفلسطينيين مقابل جميع المحتجزين لديهم وأيضا تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بني مينة نيعو بأن الاتصالات لتحرير المحتجزين بغزة مستمرة وأن إسرائيل تدرس كل الخيارات للإفراج عنهم يعني أعتقد الجزء الأول من كلام حضرتك قام بالرد في الحقيقة أن حماس والاتصالات التي تمت عن طريق القاهرة والدوحة كانت قد تقدمت ووصلت إلى مراحل بالغة التقدم في هذه المسألة من أعاق المسألة؟ ويعترف الإسرائيليون أنفسهم بأن من أعاق التقدم هو بني مين نتنياهو بني مين نتنياهو الذي كان يقدم نفسه باستمرار أنه حامي إسرائيل وملك إسرائيل بالتعبيرات التوراتية الذي حمى أبن إسرائيل كان يعتقد أنه بطل في فيلم من أفلام هوليود وأنه سيستطيع أن يقضي على حماس ويفرج عن الرهايل فأعاق وعطل وتقريبا دمر كل المحاولات ليست هناك مشكلة في الجانب الفلسطيني ولا العربي خاصة عندما نتكلم عن القاهرة والدوحة في دورهم هذا ولكن المشكلة أساسا في الجانب الإسرائيلي الذي لديه أهداف غير قابلة للتحقق الجنرال الشهير من أهم جنرالات إسرائيل إسحاق بريك كتب أمس يقول أن الانتصار الوحيد الذي يمكن أن نعلن عنه وأن تعلن حكومتنا بشكل صريح أنها جاهزة لوقف إطلاق نار شامل ونهائي الآن في غزة وأنها مستعدة على مبادلة ما يقرب من 300 أسير في أيدي حماس والجاد أو في أيدي المقاومة عموما في قطاع غزة بأسر الفلسطينيين في السجون الإسرائيلي يعني هذا هو وبالتالي المسألة ليست في الجانب العربي كما أن وقف إطلاق النار ليست في الجانب العربي كما أن تدفق المساعدات ليست في الجانب العربي كل الأمور موجودة هي في التواطؤ الأمريكي وهو تواطؤ كما ترون قد بدأت ضغوط حقيقية دولية عليه بدأنا نشهد لأول مرة هذا الشرخ الكبير في المعسكر الغربي